أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجب 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 والعان أعداهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد إمامنا الهاد النقي صلوات الله وسلامه عليه ولا بأس في بداية جلستنا هذه أن نبدأ الصلاة عليه كما علمنا ذلك ابنه الإمام الحسن الزكي العسكري عليه السلام اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بآياتك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحض على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين تحدثنا البارحة أيها الإخوة عن إعراض أئمة أهل الخلاف ومحدثيهم ولا سيم البخاري عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم وعلى الأخص إمامنا العاشر الإمام الهادي عليه السلام فإنا لم نجد أن أهل البدعة أهل الخدعة الذين تسموا باسم أهل السنة رووا عن هذا الإمام رواية واحدة في صحاحهم أو سننهم البخاري مثلا لم يخرج أو لم يروي حديثا واحدا عن هذا الإمام في صحيحه مع أن البخاري وهذه ملاحظة مهمة البخاري كان معاصرا للإمام الهادي عليه السلام كان يعيش في الفترة الزمنية ذاتها وكان بإمكانه أن يتوجه إلى هذا الإمام ويسمع منه الحديث لكنه لم يتوجه إليه لم يطرق بابه لم يلتق به على الأطلق كذلك مسلم صاحب الصحيح مسلم النيسابوري كان أيضا معاصرا للإمام الهادي عليه السلام لكنه أيضا لم يلتق بالإمام ولم يحدث عنه ولا يقول النقائل أن هؤلاء ما كان لهم أن يلتقوا بالإمام لظروفهم فإنا نعلم من تواريخهم وسيرهم أنهم كانوا دائمين ترحال يتوجهون إلى بلاد كثيرة يسافرون حتى يسمعون الحديث ويتلقونه فالإمام الهادي عليه السلام كان موجودا آنذاك كان حيا يرزق كان في المدينة المنورة أولا ثم في سامراء المقدس ثانيا فلماذا أعرضوا عنه وتجاهلوه مع أنهم مقرون بفضل هذا الإمام ومجده وعظمته ومن ذلك ما شهد به ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في وقائع سنة أربع وخمسين ومائتين وهي السنة التي استشهد فيها إمامنا أبو الحسن الهادي عليه السلام في المجلد الرابع عشر الصفحة خمسمائة واثنتين يقول وأما أبو الحسن علي الهادي فهو ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد ابن علي بن أبي طالب أحد الأئمة الاثني عشر وهو والد الحسن بن علي العسكري المنتظر وهذه كما ترون هذا خطأ من ابن كثير فإن المنتظر هو حفيد الإمام الهادي وليس ابنه الحسن العسكري لكن لاحظوا هنا هذا الخلل في كلام ابن كثير يقول وهو والد الحسن بن علي العسكري المنتظر عند الفرقة الضالة الجاهلية الكاذبة الخاطئة يقصدنا نحن يعني ما علينا الآن ما علينا بما يدعيه ويفتري به هذا الدجال ابن كثير لكن لنا فقط أن نستشهد به كمثال من أمثلة شتى أنه أحد رجال وأعلام الفرقة البكرية المبتدعة ممن يشهدون لهذا الإمام عليه السلام بفضله وعلو مقامه فالسؤال هو لماذا إذن مع إقراركم بهذا الفضل والعلو لماذا تجاهلتموه ولم تحدثوا عنه يقول وقد كان عابدا زاهدا نقله المتوكل إلى سام الراء فأقام بها أزيد من عشرين سنة بأشهر ومات بها في هذه السنة أي في سنة مئتين وأربع وخمسين عليكم السلام ورحمة الله وقد ذكر للمتوكل الطاغي العباسي المعروف لعنه الله ذكر له أن بمنزله أي بمنزل الإمام عليه السلام سلاحا وكتبا كثيرة من الناس أي أن الإمام كان يحضر للثورة لأن في منزله سلاحا وكتبا كثيرا أي تحمل هذه الكتب مبايعات من الناس فأرسل أرسل المتوكل فكبسه أرسل جلاوزته ليقتحموا دار الإمام الهادي عليه السلام فوجدوه جالسا مستقبل القبلة وعليه مدرعة من صوف وهو على بسيط الأرض ليس دونها حائل جالس على الأرض مباشرة ليس هناك بصاط أو نحو ذلك فأخذوه كذلك على حال الإمام عليه السلام وقد كانت حاله حال العبادة والانقطاع إلى الله عز وجل مستقبل القبلة لا بالصوف وعلى الأرض فأخذوه كذلك فحملوه إلى المتوكل وهو على شرابه وهذا هو الفرق الفرق أن الإمام في هذه اللحظة يعبد الله عز وجل ويتوجه إليه والمتوكل في هذه اللحظة على شرابه على الخمر والسكر والفرقة البكرية مدانة ما لم تبرأ من هذا الطاغية الفاسق المتوكل فهل يبرؤون كلا بل على العكس إنهم يتولون المتوكل ويعظمونه ويطلقون عليه لقبا خاصا هو لقب ناصر السنة ويتردون عنه بعضهم يتردون عنه بعضهم يترضى عنه مع إقرارهم بفسقه وفجوره كما كتب ابن كثير لماذا أحب المتوكل لا لظلمه وجوره على أهل البيت الطاهرين عليهم السلام فقط فإنه كان طاغية سفاحا وإنما لأنه انحاز إلى بدعتهم وتحالف مع أحمد بن حنبل وقوى مذهبه ومذهب أهل الحديث فاعتبروه نصيرا للسنة بزعمهم وهذا من الجيد أن نلفت الأنظار إليه لأنه متصل بسلسلتنا البحثية أهل السنة أم أهل الخدعة لماذا سميتم لو كنتم أهل السنة حقا لماذا سميتم المتوكل نصير السنة واعتززتم به أيكون الفاسق الفاجر شراب الخمور أيكون نصيرا للسنة حقا إذن أنتم تخدعوننا تخدعون هذه الأمة يقول فحملوه حملوا الإمام الهادي بأبي هو وأمه إلى المتوكل وهو على شرابه فلما مثل بين يديه أجله وعظمه لأنه كثير من الطغاة ما كانوا يملكون أنفسهم حين يرون الإمام المعصوم عليه السلام إلا أن يجلوه ويعظموه هناك شيء غيبي هنا تتداخلهم الرهبة ومهابة الإمام هذا رجل إمبراطور كان حين ذاك والإمام عليه السلام كانت رهن الاعتقال في تلك اللحظة إنه يستطيع أن يأمر في نفس اللحظة هذه أن تضرب عنق الإمام عليه السلام ولا يحصل شيء يمكن شوية من شيعة الإمام عليه السلام يخرجون هنا وهناك يتجمهرون يعترضون أيضا تدق أعناقهم أيضا لا مشكلة بعد ذلك وكل شيء يطفأ ينتهي الموضوع كان ينتهي المتوكل كان قابضا على زمام السلطة بالحديد والنار ولكنه مع ذلك ورغم أمره باعتقال الإمام عليه السلام ما إن دخل عليه الإمام لم يملك نفسه إلا أن يعظم الإمام ويجله يقول فلما مثل بين يديه أجله وعظمه وأجلسه إلى جانبه أشوف الخسة الآن يقول وَنَا وَلَهُ الْكَأْسَ الَّذِي فِي يَدِهِ فقال على أساس الإمام الهادي عليه السلام أجابه تخيل أن المتوكل لعنه الله يقدم كأس خمر لمن للإمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي صلوات الله عليه حسب رواية ابن كثير وكما تعلمون إننا لا نسلم بكل ألفاظ هذه الرواية ولكن هذا ما يروى عندهم هذه روايتهم أن الإمام أجابه يا أمير المؤمنين إنه لم يخالط لحمي ودمي قط فأعفني منه يعني هذا الشراب المنكر ما خالط لحم ودمي قط الرواية للعلم هي أيضا مروية عندنا ولكن ليس فيها هذا اللفظ أنه يخاطب المتوكل يقول له يا أمير المؤمنين يقول يقول فأعفاه ثم قال له أنشدني شعرا فأنشده هذا الشعر المعروف الذي أيضا يذكره الخطبة كثيرا باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأودعوا حفرا يعني القبور يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا قال فبكى المتوكل حتى بل الثرى كان مجلس الفسق والمجون وإذا به ينقلب ببركة دخول الإمام المعصوم عليه السلام مكرها في هذا المجلس تحت الاعتقال ينقلب هذا المجلس إلى مجلس وعظة وتنقلب أحوال هذا الحاكم الطاغي ومن معه إلى حال الخشية من الله عز وجل حتى أنهم يبكون ويقول ابن كثير أن المتوكل من شدة بكائه بل الثرى الثرى تبلل الأرض تبللت من دموعه يقول فبكى المتوكل حتى بل الثرى وبكى من حوله من حوله بحضرته وأمر برفع الشراب قال شيروا خلاص شيروا هذه الخمور كذا وأمر له بأربعة آلاف دينار ورده إلى منزله مكرما رحمه الله صلوات الله عليه هذه نقلناها فقط لكي يعلم أن الإمام الهادي عليه السلام بحسب ما يدعون جليل القدر عندهم فيبقى السؤال أنه لماذا تجوهل هذا الإمام ولماذا لم ترو عنه حتى رواية واحدة في كتب الحديث مع أن البخاري ومسلم على سبيل المثال معاصران لهذا الإمام كلا البخاري لعنه الله يتجنب الرواية عن هذا الإمام العظيم ولا يتصل به ويروي في المقابل عن الفاسقين الماجنين المنحرفين ويوفقهم ويخرج عنهم ويدفع الأمة لتلقي دينها من هؤلاء الفسقة الفجرة على سبيل المثال من رجال البخاري وشيوخه الذين روى عنهم في صحيحه وكذلك وكذلك هو ممن روى له الجماعة يعني مسلم النساء الترمذي الترمذي وغيرهم يروون عن هذا المحدث رجل يقال له عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون وهذا أحد آل الماجشون آل الماجشون هؤلاء هم بالأصل فرس من أصفهان وقد سبق وذكرنا سابقا أن إيران وبلاد فارس كانت لمدة ألف سنة على الإسلام المزيف على الإسلام البكري العمري الأموي وثم العباسي ولكن بعدئذ من الله عز وجل عليهم بالهداية فطوال ألف سنة كانت هذه البلاد حبلة بالبداعي والمنكرات وكانت مصدر تخريج علماء ومحدثي ورواة وأعلام أهل الخلاف يعني أهل الخلاف فصلا للعلم معظم علماءهم هم من تلك البلاد هذا الرجل يرجع إلى شخص يعني جده أبو سلمة الماجشون لماذا سمي هكذا هذا ما سنعرفه لما نقرأ في ترجمته تجدون ترجمته ترجمته يعني ترجمة الحفيد هذا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون تجدونها في كتاب تهذيب الكمال للمزي برقم ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسين يقول قال أبو محمد بن حيان حكى بن أبي خيثمة أنه كان من أهل أصبهان أي الماجشون هذا الكبير يعني كبير الأسرة ونزل المدينة وكان يلقى الناس فيقول جوني جوني هذا اللي كان يقول قال وسئل أحمد بن حنبل كيف لقب الماجشون فقال تعلق من الفارسية بكلمة إذا لقي الرجل يقول شوني شوني يعني هو الظاهر كان يقول هالشكل جوني جوني مثلا عرفتش لون هالشكل كان يقول للناس بعد تعلقت بها الكلمة هسا المفروض يقول جونم ما أدري ليش قال جوني ما أدري شوني كتف شوني كتف شونم هو هنا مرة يقولون جوني جوني مرة يقول شوني شوني المهم يقول فلقب بالماجشون يعني كأنهم عربوا هذه اللفظة التي كان يستخدمها كثيرا بالفارسية فسموه الماجشون وقال إبراهيم بن إسحاق الحرب الماجشون فارسي وإنما سمي الماجشون لأن وجنتيه كانتا حمروين يعني وجنتاه حمروين يعني وجنات حمر فسمي بالفارسية الما يكون خمر فشبه وجنتاه بالخمر فعربه أهل المدينة باعتبار الخمر الأحمر يعني يقولون هذا وجنتي شوني حمروين فشبهو بالخمر وما أدري إش جاء بالخمر على الموضوع والماجشون وأيا كان المهم كلها محصل بعضا مثل ما يقولون فقالوا الماجشون زين الآن لا علينا أنه لماذا سمي الماجشون هذا رأس هذه الأسرة الخبيثة الفارسية المجوسية زين ما لنا علاقة المهم نأتي لصاحب الترجمة الآن هذا الراوي عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون يقول وقال أبو الطاهر بن السرح عن عبد الله بن وهب حججت سنة ثمان واربعين ومئة وصائح يصيح لا يفت الناس إلا مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة يعني إذن هذا الرجل من علو مقامه عندهم أنه عدل مالك بن أنس بحيث الصائح يصيح في مكة لا أحد يستحق أو هو مؤهل لأن يفت الناس إلا واحد من هذين الاثنين مالك بن أنس وعبد العزيز بن الماجشون هذا عبد العزيز بن أبي سلمة فإذن له مقام جدا عظيم عدل مالك وقال أبو إبراهيم الزهري عن عمر بن خالد الحراني حج أبو جعفر المنصور الدوانيقي لعنه الله فشيعه المهدي ابنه فلما أراد الوداع قال استهدني يعني الأب يقول لابنه يلا أنت بعد شيعتني وأنا دعا أرجع قافلا من مكة فأطلب مني هدية قال استهديك رجلا عاقلا أنا أريد تهديني رجل عاقل فأهدى له عبد العزيز بن أبي سلمة قال اتفضل هاي الهدية سلمه من هو هذا صاحب الترجمة هذا المفروض يطلع شنو عاقل لكن إذا المنصور الدوانيقي يصف أحدا بأنه عاقل إذا نعرف أنه العكس يطلع شلون هسا رح نعرف يقول وقال ابن حبانا في كتاب الثقات مات سنة ست وستين ومئة وكان فقيها ورعا متابعا لمذاهب أهل الحرمين مفرعا على أصولهم ذابا عنهم هذه أيضا كلمة متح عظيمة أن هذا الرجل إذن متمسك بهذا المذهب مذهب ما يسمى بأهل السنة ذابا عنهم مفرعا على أصولهم الأصول التي هم يعتقدون بها والتي بيناها في هذه السلسلة التي الآن وصلت إلى ثلاثين جزءا صحيح نا ثلاثين وبينا كيف أن هذه الأصول قلبت دين الله عز وجل رأسا على عقل فإذا لما يمتدح شخص بمثل هذا المدح اعلم أن الأمر ماذا معكوس في الحقيقة وفي الواقع عند الله تبارك وتعالى يقول شنو اللي صار هو شديد وكان فقيها ورعا أنا بس بالله عليك أريدك تخلي لي خطحت كلمة ورعا حتى نشوف معنى الورع عند أهل الخلاف ما هو والفقاها متابعا لمذاهب أهل الحرمين مفرعا على أصولهم ذابا عنهم روى له الجماعة يعني كل أهل السنن والصحاح كلهم رووا عن هذا الرجل هذا معتمد عند الكل محل اتفاق أنه ثقة ثقة فقيه ورع روى عنه البخاري روى عنه مسلم روى عنه الترمذي روى عنه ابن ماجة روى عنه النسائي روى عنه مالك ربما مالك ما روى عنه الآن ما تذكر أحمد بن حنبل يعني الجماعة روى له وعنه زين له أيضا ترجمة في كتاب آخر مهم من كتب أهل الخلاف وهو كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليلي في المجلد الأول الصفحة ثلاثمائة وعشرة يقول عبد العزيز بن أبي سلامة الماجشون مفتي أهل المدينة سمع الزهري وعبد الله بن دينار وغيرهما روى عنه الأئمة مخرج في الصحيحين أي البخاري ومسلم ولكن يرى التسميع مو يعني تسميع القرآن يرى التسميع يعني شنو يعني تسميع الغناء والطرب يرى التسميع يرى أنه إذا ما أحضرنا القيان أي المغنيات من الجواري وغنينا وضربنا بالدف وفعلنا ما فعلن فذلك جائز والكل في حل يرى التسميع ويرخص في العود يعني على الورع ورع لا مثيل له الإمام الفقيه الورع الثقة مفتي أهل المدينة عدل مالك ابن أنس الذي اتفقت الجماعة على توثيقه والرواية عنه عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون طلع شنو فاسق يرخص في العود يقول مثل ما يقول أكو واحد معمم شنو اسمه علي صالح سيد من جماعة يعني من أذيال خامنة ومثال هذه القمامة ف عند هكذا أنه شنو ذكروني شنو كان يقول الحامل للناي كالحامل للقرام الحامل للعود 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 كالحامل الله أكبر الحامل للعود كالحامل للمسبح الذي يعني يسبح الله عز وجل يعني أنت تقدر شنو تحصل على أجرك وثوابك عند الله إذا ما سبحت تسبيح الزهراء عليه السلام بالسبحة مثلا أو مثلا تضرب بالعود مو هذا معنى كلامه أي هذا لا تفهمه غلط ترى هذا من آل الماجشون هذا هو إياهم يوم القيامة هم شنو يحشر معهم هو وأمثاله إيه هو وأمثاله هؤلاء منتحلوا التشيع من السفلة من الحقراء الذين يتلاعبون بدين آل محمد عليه السلام وهذا ما لا يمكن التسامح معه أبدا لن نسمح بأن يأتي أحد في أوصاتنا نحن يلوثها بمثل ما تلوثت الأوساط البكرية لا الأوساط البكرية يأتون يوثقون آل الماجشون هؤلاء الفسق الضاربون على العود الذين يرخصون بالغناء والمسخرة والمجون والميوعة الأخلاقية هذا ليس بعجب لأن دينهم ومذهبهم هو هذا بيئة فاسدة إذا أمهم عائشة كانت ترخص بالغناء وعندها مغني فارسي اسمه شنو قنت 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 أي كان يعجبها واتزعلت مع سعد بن أبي وقاص لما ضرب هذا المغني لأنه كان عبدا له وقالت بعد ما أحتي وياك إلا تقوم ترضي من جديد زين أمهم حفصة نفس الشيء أقامت مجلس طرب وغناء لما كتبت إليها عائشة أنه نحن على مقرب مقربة من محاربة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام ويعني خلص أمر منتهي فاستبشرت وجمعت النساء وبدأنا يغنينا ويقولنا ما الخبر ما الخبر علي في السفر كالجمل الأشقر إن تقدم عقر وإن تأخر نحر شيء من هذا القبيل هذا كله هذا كله تاريخ لازم الأمة تقرأ هذا التاريخ فأجواء أهل الخلاف أجواء فساد هذا طبيعي فأن تنشأ لديهم مثل هذه الميوع ويكون معنى الفقاهة والورع أن يرخص الفقيه الورع في السماع وفي الضرب على العود فلا عجب لكن أن يأتي أحد باسم التشيع الطاهر باسم آل محمد عليهم والصلاة والسلام يشرع هذه الميوع ويقول إنه الضرب بالعود كالتسبيح فهذا غير مسموح به أبدا وأمثال هؤلاء ينبغي تخليص الأمة منهم ومن فسادهم بالعمل بتعاليم ووصايا أئمتنا الأطهار عليهم السلام في مواجهة أهل البدع وأهل الفسق وأهل الفجور مهما على شأن هذا الذي يرخص في مثل هذه الأمور المنكرة التي حاربها أئمتنا الأطهار عليهم والسلام يعني أنا لا أشك أن مثل هذا الصعلوك لابد أنه يكون متبعا لإمامه ويقال عن خامنة أنه يعني يقولون راعي قعدات يعني يحب يعني الجلسات هذه اللي فيها طراب فيها موسيقى فيها غناء نعم السماع الصوفي نعم صحيح يعني ينقل في أحوال هذا وهذا أيضا ظاهر من نظامه وحكومته وإعلامه الماجن الذي يعني قلب الأمور وارتكب كثيرا من المنكرات والمخالفات الشرعية في هذا الباب في باب الغناء والموسيقى والرقص أيضا فالمشكلة هي أن بسطاء الناس يحسبون أن هذا وأمثاله هم من المراجع هذه مشكلة إخواني إن إمامنا السكية العسكري الحسن صلوات الله عليه إمامنا الحادي عشر في تفسيره الشريف هذه الرواية المعروفة التي لطالما استشهد بها وتذكر عادة خاصة لما يشار إلى الموقع المرجعي فالرواية تقول وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم فإن من ركب مراكب فسقط أهل العامة فلا تقبلوا منه ولا كرامة أين أنتم عن تتمة هذا الحديث لماذا هذا الحديث يقطع ويتوقف عند قوله عليه السلام فللعوام أن يقلدوه ويشيرون لك بأصبح للعوام أن يقلدوه قلد فلان لا أنا أريد تتمة حتى أشخص هذا فلان ركب مراكب فسقط أهل العامة كآل الماجشون ومالك بن أنس أم لا أريد أشوف يقول اضرب على العود لا أنا هنا أميز بين المرجع الصالح والمرجع الطالح هذا إذا كان مرجعا أصلا يعني بمعنى مستوفيا لشرائط الفقاهة والاجتهاد فكيف إذا كان مجرد سياسي كعلي خامنئي روزخون سياسي ما يعرف كوع من بوع في الفقه ولكن لظروف سياسية معينة ادعيت له المرجعية لا أكثر هذا مرجع سياسي وليس مرجعا دينيا لا تتساهلوا إخواني مع أمثال هؤلاء كثيرين من من الناس من بسطاء الناس وأنا أشفق عليهم يعني هم إن شاء الله من المؤمنين لكنهم الوعي عندهم بعض الشيء منقوص متدنن يأخذون علينا هذا يقولون نحن معكم في محاربتكم لأبي بكر وعمر وظلمة أهل البيت والمبتدع وأمثال هؤلاء النواصب نحن معكم ونبذل الغالي والنفيس من أجلكم في هذا الشأن أيضا ولكن لماذا أيضا تتكلمون على من هم من هذا فلان من وفلنتان من وما أدري هؤلاء ممن خدموا المذهب على تعبيرهم لا أول شيء يجب أن نبحث فيه هل هم من أم ليسوا من الإمام يضع لنا معايير مو بكيفي أنا وأنت ندخل من نشاء في التشيع ونخرج منه من نشاء من يدخل في التشيع آل محمد من يخرج من التشيع من آل محمد لما الإمام يقول فمن ركب منهم وذلك لا يكون انتبهوا الفقهاء المراجع يقول الإمام عليه السلام لا يكون مستحيل أن يكونوا كلهم على حق ويصح الرجوع إليهم مستحيل وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم فإذا أول شيء لازم شنو ما يصير عندنا نفس مرض أهل الخلاف عدالة الصحابة نروح نسويحنا شنو عدالة المراجع ماكو هذا الشيء انميز انشخص كل واحد نجيبه نبحث في استقامته الدينية في عدالته في تقواه في التزامه بمنهاج الطاهرين عليهم والسلام عذا أول أول شيء نسوي لأن الإمام اعطانا قاعدة كلية أنه لن يكون كلهم بعضهم فمن ركب مراكب فسقط أهل العامة فلا تقبلوا منه ولا كرامة ممنوع أي واحد أي واحد مدعي للمرجعية يأتي ويقول كلاما أو يفتي بفتاوى أو يؤصل أصولا أو يمنهج منهجا ينتهج منهجا نجده متطابقا مع منهج أهل الخلاف وأصولهم وفسقهم وتلاعبهم بدين الله عز وجل فإنا ننبذه لا نقبل منه ولا كرامة هس يقول آية الله يقول ما أدري إن شاء الله مو آية بعد سورة خلي يقول سورة الله العظمى مو بس آية واحدة أما نقبل منه هذا شنو عزيزنا هذا الشاعر إذا أحد شعراء الرافض الكرام في القطيف شنو عند بيتين هالشكل عن آية الله شنو يقول ذكرون أنا شفت قبل يعني أيام وجيزة حلو كان هذا عن آية الله فشي هالشكل يقول يعني هالأيام كثير قام يقولون آية الله مو غدا تتكاثرت آياتهم غدا تتكاثرت آياتهم أكثرت من ناهي أكثرت من ناهي صحيح منو ينهاهم بعد أشوف زادة وهواية هالأيام هواية آية الله قمنا نشوف آية الله حواسم آية الله ما أدري كذا الشكل سألق بيض آية الله مال مكدونالد واجبات سريعة بسرعة صار آية الله ما شاء الله غدا تتكاثرت آياتهم أكثرت من ناهي لأنه ما كناهي فكل واحد يقوم يركب له آية الله على رأسه أي لجاري جروة لقبتها يا آية الله لجاري جروة لقبتها يا آية الله فكل الخلق آيات فكل الخلق آيات صحيح حتى الجروة هم تعتبر من آيات الله ولله في كل شيء في كل شيء آية أي وصاير ماصخ الشاهي شكل فكل الخلق آيات وصاير ماصخ الشاهي أي جزاه الله خير خوش أبيات هذه زين فإذن الفقيه الورع عند أهل الخلاف إمام أهل المدينة ومفتيهم عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون الذي روى عنه الأئمة وخرج له في الصحيحين كان يرى التسميع ويرخص في العود هذا له ولد لعن الله الوالد والولد الولد شنو اسمه عبد الملك يعرف بالفقيه صاحب مالك هذا كان من تلامذة مالك بن أنس له ترجمة في تهذيب الكمال برقم ثلاثة آلاف وخمسمائة واحد واربعين يقول قال أبو بكر بن أبي خيثما عم مصعب بن عبد الله الزبيري يقول كان في زمانه مفتي أهل المدينة الولد هم حضرة المفتي وقال أبو عمر بن عبد البر كان فقيها فصيحا دارت عليه الفتية في زمانه إلى موته وعلى أبيه قبله يعني قبله كان أبوها أيضا تدور عليه الفتية وهو فقيه بن فقيه وكان ضرير البصر قيل إنه عمي في آخر عمره وكان مولعا بسماع الغناء ارتجالا وغير ارتجال يعني يجيب المغنية اتغني لارتجالا وغير ارتجال وكان مولعا بذلك قال أحمد بن حنبل قدم علينا جاي قدم علينا يزورنا يحدثنا المفروض أحاديث رسول الله يعني نسمع منه قدم علينا ومعه من يغنيه ما يصير يروح أي مكان إلا جار ويا شنو اللي يغني له هس هذا من مذكر مؤنث الله العالم غالب الظن غالب الظن ممن يعرف سيرة آل الماجي شون أنه من يغنيه يعني المغنية من قيانه من جواريه هذه جاية أيضا ويا شنو اتغنيه بالطريق لأنه ذاك الزمان خلو ماكو سيارة يخلي لكاسية أو سيدي بالسيارة ويسمع هس هاي الطريق ده يمشي في طرقات المدينة إلى أن يوصل إلى أحمد بن حنبل يريد اسمع له فرد شيء مثلا فيجيب المغنى ويا يا الله سمعيني إلى باب أحمد بن حنبل أستدخل شوي مع أحمد حنبل يقول يا الله هم نطينا مثلا سمعيننا هم فتشغلة عرفتوا شلون بعدين يقول يا أحمد بن حنبل يلا حدثني فلان عن فلان قال رسول الله ما أدري يا أبو هريرة يقول مثلا كذا وكذا زين يخلص بالطريق هم شنو يرجع هاي هم تغني له أي الشريط يجي القفة ما للشريط أسخر يقول روى له أبو داود هذا منه هذا الإبن ترى روى له أبو داود في حديث مالك والنساء وابن ماجة أيضا ثقة عند القوم وهذه حاله زين هذا ولده عم له عم أيضا اسمه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون هذا روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي له ترجمة في تهذيب الكمال برقم سبعة آلاف وتسعين يقول ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثالثة من آل المدينة وقال يكن أبا يوسف وهو الماجشون فسمي بذلك هو وولده فيعرفون جميعا بالماجشون كلهم آل الماجشون وكان فيهم رجال لهم فقه ورواية للحديث والعلم وليعقوب أحاديث يسيرة وذكره بن حبان في كتاب الثقات وقال مصعب بن عبد الله الزبير إنما سمي الماجشون للونه وقال البخاري عن هارون بن محمد الماجشون بالفارسية المورد خدودة وردية قالوا للماجشون قال مصعب وكان هسا شوف هذا العم هذا مو بس يرخص بالغناء ويرخص في العود وله مغنية تمشوية وتسمع المقطوعات الغنائية لا هذا غير هذا بعد بروفوسورا شوي متقدم عنده بالغناء يقول وكان يعلم الغناء هذا هو أساسا أستاذ في هذه الصنعة وكان يعلم الغناء ويتخذ القيان ظاهرا أمره في ذلك علانية رجال عنده مغنيات ولا وهو وهم خبير بالغناء بحيث يعلم الغناء يعني عنده درس يعلم الفقه والحديث خلص هذا الدرس يعلم شنو دقدقة وموسيقى وطراب وغناء وإلى آخره مثل هذا ساعل ربك وساعل ألبك مو الشكل لازم بعد ما يصير شنو كله دين 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 ما يصير لازم شوية دين شوية طين شوية طين نعم كاريزما متنوى عند أي طبعا معلوم هذا معلوم يا أخي دين دين يسر شبهكم انتم يقول وكان يعلم الغناء ويتخذ القيان ويتخذ القيان ظاهرا أمره في ذلك وكان يجالس عروة ابن الزبير وعمر ابن عبد العزيز في إمرته عروة الميذ عائشة في طبيعي من هالصوب هم حصل لكم أغنية عمر ابن عبد العزيز ذات مرة في محاضرات سابقة نقلتها لكم عمر ابن عزيز أصلا كان مغني أصلا أصلا هم يذكرون أنه كان في شبابه مغنيا وكان يتمتع بصوت حسن وله مقطوعات غنائية مذكورة في كتب التاريخ يعني والسيار مذكورة بأبياتها شنو عالق القلب بسحاد ما أدري شنو فتشيه الشكل ما أذكر الآن الأبيات فهو أساسا كان هم مغني فهو من كل صوب يعني حصل من كل بستان زهرة وقال في موضع آخر كان يعين ربيعة على أبي الزناد لأن أب الزناد كان معاديا لربيعة قال مصعب مصعب بن الزبير وكان الماجشون أول من علم الغناء من أهل المروءة بالمدينة هذا أولهم وكان يكون مع عمر بن عبد العزيز في ولاية عمر على المدينة وكان يأنس إليه لهم جلسات يعني أنسوا كذا فلما استخلف عمر صار عمر خليفة على حد تعبيرهم وعتقادهم قدم عليه الماجشون فقال له عمر إنا تركناك لا بعد الآن إلى هنا وكافي بعد لعبنا وفسقنا من قبل وغنينا ورقصنا براحتنا الآن بعد أنا صرت الفقيه الزاهد هذا الخليفة الزاهد لبست الصوف وكذا أو لبست الخز فقال له إنا تركناك حين تركنا لبس الخز فانصرف عنه يقول بعد من ذاك الوقت انقطعت العلاقة على أساس يعني بعد ليه ناو كافي وقال يعقوب بن شيبة السدوسي في ترجمة يعقوب هذا حدثني عبد الرحمن بن محمد بن حبيب قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن موسى بن موسى عن ابن الماجشون قال عرج بروح أبي الماجشون فوضعناه على سرير الغسل وقلنا للناس نروح به فدخل أو نروح به فدخل غاسل إليه يغسله فرأى عرقا يتحرك من أسفل قدمه فأقبل علينا فقال أرى عرقا يتحرك ولا أرى أن أعجل عليه أو أعجل عليه فاعتللنا على الناس وقلنا نغدو لم يتهي أمرنا على ما أردنا فأصبحنا هذه الآن التي يرونها خرافة من خرافاتهم وما أكثرها على أساس هذه كرامة لحضرة الآغة الماجشون شنو الكرامة أنه الرجال مات اتوفى ثلاثة يام بعدين قام من جديد فالمفروض يصورون أحسن من النصارى النصارى يقولون أيضا عيد القيامة ثلاثة يام المسيح عليه السلام هم مات بعدين هم قام هذا مثله وله قصة أنه شلون هو قام وماذا حصل وماذا رأى في السماء السابع الآن القصة كلها نذكرها ويعتقدون بها هذا يعني ما يقولون إنها موضوعة وكذا لا يعتقدون بهذه القصة يقول فأصبحنا وغدا عليه الغاسل اليوم الثاني اليوم الأول مات هو شاف أكو عرق يتحرك وكذا فقال خلص خلين تركه شوية اليوم ثاني يوم يجي يقول وغدا عليه الغاسل وجاء الناس فرأى العرق على حاله فاعتذرنا إلى الناس بالأمر الذي رأيناه عليكم السلام ورحمة الله فمكث ثلاثا على حاله ثلاث يام على حاله ثم إنه نشع بعد ذلك فاستوى جالسا فقال اتوني بسويق فأتي به فشربه فقلنا له خبرنا مما رأيت قال نعم إنه عرج بروحي فصعد بالملك حتى أتى سماء الدنيا فاستفتح أو فاستفتح ففتح له فتح باب السماء سماء الدنيا راح إلى السماء التي تليها سماء الثاني ثم هكذا في السماوات حتى انتهى إلى السماء السابعة فقيل له من معك قال الماجشون فقيل له لم يأني ما اجا وقته له بقي من لم يأني له بقي من عمره كذا وكذا سنة ترى أنت غلطان أنت ملك الموت أنت غلطان بالحسابات بقي لكم سنة روح رجع من جديد بقي من عمره كذا وكذا سنة وكذا وكذا شهرا وكذا وكذا يوما وكذا وكذا ساعة ثم هبطه اكتشف بعد عزرائيل عليه السلام اكتشف أنه غلطان بالحسابات شوية استعجل فمرة أخرى هبط هسا بالهبوط يقول شنو صار فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وبعد ورأيت أبا بكر عن يمينه الله وعمر عن يساره ورأيت عمر ابن عبد العزيز صاحبنا اللي كنا نقعد ونغني ونتونس ونستأنس هذا هم شفته والله زين ورأيت عمر ابن عبد العزيز بين يديه عجيب أبو بكر عن يمين النبي عمر عن يسار النبي عمر ابن عبد العزيز بين يدي النبي متقدم النبي لا هذه إذن له كرامة عظيمة خاف كان مع المغنية مالتنا سوفت شغلة مثلا اللي صار بين يدي النبي لازم نفتهم ليش الآن هو يفتهم طبعا هذا كله يروي يقول بالثلاثة أيام اللي أنا كنت متوفي بيها بس بعدين رجعت لكم لأنه كان خطأ بالحسابات وكذا ورأيت عمر ابن عبد العزيز بين يديه فقلت للذي معي الملك ملك الموت قلت له من هذا قال أو ما تعرفه قلت إني أحببت أن أستثبت أحببت أتأكد أن هذا بالفعل أنا دا أشوفه عمر بن عبد العزيز يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وآله أم لا قال هذا عمر بن عبد العزيز قلت إنه لقريب المقعد من رسول الله صلى الله عليه وآله قال إنه عمل بالحق في زمن الجور وإنهما أي أبو بكر وعمر عملا بالحق في زمن الحق لهذا السبب عمر بن عبد العزيز أقرب منهما إلى رسول الله لأن عمر بن عبد العزيز استلم الخلافة على اعتقادهم في زمن بني أمية اللي كان زمن الجور وعمل بالحق فغير الأوضاع أما أبو بكر عمر لا استلم الخلافة في زمن الحق فعملا بالحق في زمن الحق أسهل من أن يعمل الشخص بالحق في زمن الجور فإذن عمر بن عبد العزيز أقرب إلى رسول الله من أبي بكر وعمار الآن من هم أهل الخلافة نحن أم أهل الخلاف بالله عليكم نحن لما نروي كرامة من كرامات أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام يشنعون يشنعون علينا يقولون انظروا إلى خرافات الشيعة انظروا ماذا يقولون انظروا كذا انظروا إلى غلوهم انزينوا هاي بالله عليك أنه هاي الآن هاي القصة هاي الدرامية العجيبة هذه كلها ها الفيلم هذا الفيلم ايه هاي لو نعطيه للمخرجين اللي عندنا صدقوني هاي يقولون خوش خوش فيلم فانتازيا يسموه يمكن زين هذا شنو هذا الفيلم هذا هذا مو خرافة هذا واحد مات واحد ام فاسق بتوع ايه الدق والركز ولكنه فقيهن ورع ترى يعني ديروا بالكم هو يموت ثلاثة ايام يقوم باليوم الثالث اولا ما خاس ما طلعت ريحته زين يقوم باليوم الثالث يقول انا عرج بي السماوات وكذا واولا اكتشفنا انه ملك الموت مخربط بالحسابات يقالولا فوقناك لما وصلنا السماء السابعة هم يعني لا بالسماء الاولى ما قالولا بالسماء الثانية ما قالولا هاي شوف وين وصل سماء السابعة بالاخير قالوا لا ترى انت غلطان بالحسابات بقي له كذا وكذا سنة كذا وكذا راجع حساباتك يا ملك الموت لا تورطنا زين ترى مو زين انه في يعني في الجهاز الاداري الالهي لانه الملائكة الجهاز الاداري الالهي يصير خربطة بالحسابات شي يقولون عننا بعدين يقولون احنا البشر نضبطها احسن من عدكم ما يصير فرجعوه زين يقول برجعهم شفت النبي وعلى يمينه ابي بكر وعلى يساره عمار وقدام عمر ابن عزي اقرب مقعدا منهما اليه قالوا لي قالوا لي هذا عمل بالحق في زمن الجور وهما عملا بالحق في زمن الحق هذه القصة خرافية هذه تفاهة هذه ألا تدل على أنكم أنتم منغمسون في الخرافات منغمسون ومن هو الماجشون هذا الذي له مثل هذه الكرامة العظيمة أنه مات فقام من موته لن يسألون عيد القيامة لازم يسألون أهل الخلاف عيد القيامة الماجشونية ويتحالفون مع النصارى شون عندهم عيد القيامة ما لهم يسألون عيد القيامة هم مال نقول لستم أحسن منا إذا أنتم عيسى عليه السلام المسيح قام بعد ثلاثة أيام إحنا هم عندنا الماجشون رضي الله عنه وأرضاه قام بعد ثلاثة أيام تكبير يخرب بيوتكم على المهزلة زين هذا حال العم عرفنا حال شنو هذا عبد العزيز الماجشون عرفنا حال ابنه حرفنا حال عمه نريد نعرف حال ابن عمه كلهم ناخذ لنا فرع عليهم ابن عمه اسمه يوسف بن يعقوب ابن أبي سلامة الماجشون هذا روى له الجماعة سوى أبي داود يعني كلهم أيضا رووا له البخاري مسلم كلهم وثقوا خرجوا أحاديثه سوى أبي داود في سننه ترجمته في كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليلي في المجلد الأول الصفحة ثلاثمائة وتسعة يقول يوسف بن يعقوب أبو سلامة الماجشون ثقة سمع الزهري ويحيى ابن سعيد وغيرهما روى عنه الكبار وعمر حتى سمع منه يحيى ابن معين وعلي ابن مسلم الطوسي وهو وأخوته يرخصون في السماع كلهم كلهم كل آل الماجشون كلهم شنو يرخصون في سماع الأغاني قال ابن معين كنا نأتي يوسف الماجشون فيحدثنا في بيت بيتنا بمعنى حجرة مو يعني بيت مستقل لأنه الدار كانت تقسم إلى بيوت أي حجرات سفلية وغرف الغرف علوية ترى هذا خطأ شاء عند الناس أنه أحيانا هذه الحجرة السفلية يقولونها غرفة هذه مو غرفة غرفة يعني في الطابق الأعلى هذه تسمى غرفة السفلية تسمى حجرة أو بيت بيت تسمى الدار تشتمل على بيوت وعلى حجر وغرف فالآن احنا دخلنا دار هذا يوسف الماجشون فيحدثنا في بيت وجواريه في بيت يضربنا بالمعزفة الحجرة اللي بصفها أم هذولة شنو قاعدين الجواري يضربنا بالمعزفة يضربنا المعازف فيعني كنا هكذا يعني شقد المجلس مبارك بحيث أنه نحن نحدث عن رسول الله المفروض هناك آداب نكون على وضوء على طهارة نكون متوجهين لله عز وجل حتى الله يسددنا في حديث رسول الله هذا كلام مقدس فلا نحن نحدث على وقع الأنغام الطرابية الموسيقية للجواري اللي في الحجرة الملاصق كنا نأتي يوسف الماجشون فيحدثنا في بيت وجواريه في بيت يضربنا بالمعزفة وهو وأخوته وابن عمه يعرفون بذلك كلهم معروفين بهذا وهم في الحديث ثقات مخرجون في الصحاح كلهم بنفس المضمون أيضا قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن الصفحة ثلاثمائة واثنتين وسبعين يقول يقول قال ابن معين كنا نأتي يوسف بن بن الماجشون يحدثنا وجواريه في بيت آخر يضربنا بالمعزفة قلت الآن يحاول الذهب أن يدافع عنه في هذا يقول أهل المدينة يترخصون في الغناء هم معروفون بالتسمح فيه وصحيح صاحب كتاب الأغاني أبو الفرج الأصبهاني أو الأصفهاني في كتابه في المجلد الثامن الصفحة مئتين وأربع وعشرين يقول إن الغناء في المدينة لا ينكره عالمهم ولا يدفعه عابدهم مقبول كان مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله تحولت إلى مدينة الغناء والمغنيات في ذلك الزمان ورخصوا في ذلك بناء على أدلة عندهم من رأسها ما كذبت به عائشة الحميراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه أحاديث عائشة بين يديك اقرأ في البخاري وغير البخاري ماذا تجد عائشة تقول كنا في يوم عيد كان عندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث والنبي جالس ويستمع فدخل أبو بكر فقال مزمارة الشيطان عند رسول الله قال دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد ما كمانع فالناس أخذوا هؤلاء الذين اعتقدوا بعائشة وهذا ماجشون أخذ عمن عن عروة بن الزبير عن عائشة يقول لك إذا النبي إذا كان رب البيت بالدف ضاربا هل مرة لا إذا كان نبينا والعياذ بالله بالدف ضاربا فشيمة أهل المدينة كلهم الرقص كلنا خلينا تمرقص ما بها شيء يعني النبي راضي النبي راضي أنت شنو ليش تعترض عائشة من كذبها وفجورها أنها كذبت على رسول الله صلى الله عليه وعليه وقالت إن رسول الله سمح بالرقص والغناء في مسجده في مسجده الشريف تقول كانت هناك حبشية تزفن أي ترقص في المسجد والناس حولها يشاهدون فقال لي رسول الله أتشتهين أن تشاهدي قلت نعم فحملني على كتفه وجعلني أشاهد ويترقص وكذا والغناء ما أدري الأحباش يرقصون بالحراب وكذا وكل وعد يسوي حركات بهلوانية وكذا في المسجد في مسجد رسول الله الحديث في البخاري وفي الصحاح عندهم إلى أن طلع عمر فانفض الناس وخاف وتخربط المجلس وكذا فقال رسول الله شنو إيهن يبنى الخطاب ما سلك تفجن إن الشياطين لتفر منك يبنى الخطاب إذن النبي كان مقر بأن المجلس كان مجلس شياطين وكان قابل به وراضي لا ويشوف عائشة أيضا هذا المجلس وين في المسجد شفوا المنكرات التي تلصق بساحة أطهر الطاهرين ساحة النبي الأطهر تلصق به هذه بالله عليك أنت مستعد أنا أسأل كل مسلم بينك وبين ربك مستعد أن تتبع نبيا هذه صفاته يعني بالله عليك لو صدقت بحديث عائشة لعنة الله عليها من كاذبة فاجرة لو صدقت ألا يسقط رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله من عينك تعالوا كيف تتبع أنا نبيا كهذا لا تحاول تبرر إياك ترى تبريرك أنت تعلم في قرارة نفسك أنه غير مقبول الآن إذا شاهد الناس إمام المسجد النبوي الآن من إمام المسجد النبوي الآن ما أدري كان الحذي في فترة حسا ما أدري أي واحد بهم افرضوا افرضوا هذا الإمام الآن جايب لفرقة موسيقية عرضة يسون حتى بعد يعني حتى له هاي يعني اللي هو الأهازيج الشعبية مثلا في المسجد بين القبر والمنبر مثلا في الروضة الشريفة تخيل وآؤلاء جايين يسون لهم عرضة مثلا تصلي وراه منو أنت البكري إنسان بكري أخو أحنا الشيعة أساسا من صلي وراهم ولكن أنت الإنسان البكري مستعد تصلي وراه إمام المسجد النبوي إذا ما شاهدته يأتي بفرقة موسيقية لترقص وتغني في المسجد مستحيل تقبل مستحيل تقول شنو هذا فاسق هذا انتهك حرمة المسجد النبوي الشريف فإذا لماذا تقبل مثل هذا الكلام على نبيك والله لقد كذبت عائشة على رسول الله حاشا رسول الله أن يقبل بهذا المنكر في مسجده الشريف لماذا انحصرت هذه الروايات بعائشة لأن هي امرأة كانت تريد أن ترخص لنفسها في السماع وفي الطرب وفي الأغاني عندها مغني خاص فحتى توجد المسوغ الشرعي قالت رسول الله كان يفعل هكذا أكو اصطلاح بالخليج أنا ما أدري في العراق موجود يقولون قبسة نحن نقول عائشة قبسة يعني شوية طار عائشة شوف جمدة الصورة وكفت قبسة نحس نحس إن الغناء في المدينة لا ينكره عالمهم ولا يدفعه عابدهم صحيح علماء أهل الخلاف ما ينكرون الغناء بل منهم من أفتى بجواز الغناء حتى في الطواف وهو من مالك بن أنس لعنة الله عليه كما في كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض مجلد الثاني صفحة 140 يقول وقال محمد بن الفضل المكي مر مالك بقينة تغني وتقول أنت أختي وأنت حرمة جاري وحقيق علي حفظ الجواري أنت للجار ما تغيب عني حافظ للمغيب في الأسرار ما أبالي أكان بالباب ستر مسبل أم بقي بغير ستاري الباب السمستورين لهم مستورين الباب مفتوح تر اللي يريد فليتفضل فقال مالك شوف مالك بن أنس إمام المذهب الفقيه الجليل العظيم الماء أدري كذا مار سمع هالمغني القينة تغني بهالأبيات فقال مالك لو غني به حول الكعب لجاز الله أكبر هذه الأبيات هذه العظيمة وهالأغنية لو تغنى أثناء الطواف حول الكعبة لجاز ذلك وفي رواية قال يا أهل الدار علموا فتيانكم مثل هذا أي علموهم هالأغنية أعد 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 أعوذ الله لا نعيد هذا الفسق فإذا الغناء أهل المدينة إن الغناء في المدينة لا ينكره عالمهم ولا يدفعه عابدهم نعم شاعت هذه المنكرات وهذه الأمور الشائنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله مع الأسف وكان أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يئنون من هذه الحالة الآن صاحب الأغاني ماذا يقول يقول لا ينكره عالمهم ولا يدفعه عابدهم وهو كذب في هذا لماذا لأنه أثر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إنكارهم لهذا المنكر قاموا بوظيفتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعبد العابدين الإمام السجاد علي بن الحسين صلوات الله عليهما لو رجعتم إلى لسان العرب في مادة بربط تجدونه يقول ابن منظور يقول البربط العود وفي حديث علي ابن الحسين لا قدست أمة فيها البربط قال البربط ملهات تشبه العود فارسي معرب طبعا للعلم هذه الأشياء كثير من هذه المنكرات إجت من الحضارة الفارسية لأنه العرب ما كان يعرفون هذه الأدوات الموسيقية هذه جاءتهم من الفرس إلى إما عليهم السلام أنكروا ذلك وحاربوا ذلك لكن ما كان يستمع إليهم أجواء المدينة المنورة مع الأسف انقلبت إلى أجواء فساد لوثة النفوس فجعلت أهل المدينة بسبب تلوثهم الأخلاق هذا منصرفين عن أهل البيت عليهم السلام إلى الدرجة التي يقول فيها الإمام علي بن الحسين عليه السلام كما في شرح النهج المجلد الرابع صفحة 104 يقول ما بمكة والمدينة عشرون رجلا يحبنا ما يحبونهم ليش ما يحبون أهل البيت لصرامتهم في دين جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله ما كانوا يقبلون بالغناء وبالفسق وبالمجون فينكرون على الناس الناس ما كان يعجبهم هذا فما يحبون أهل البيت النتيجة إخواني أن هؤلاء القوم أهل هذا المذهب أئمته تساهل كثيرا مع المنكرات وعن وعن مرتكبي الكبائر والمعاصي فوثقوهم وعدلوهم ورووا عنهم أما أئمة أهل البيت الطاهرين كالإمام علي الهادي عليه السلام فما رووا عنه حديثا واحدا هناك كلمة تفصح لك عن مقدار هذا الخلل الرهيب هذه الكلمة ذكرها ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في المجلد الثاني الصفحة 26 عن أبيه يقول جاريت أحمد بن حنبل في من شرب النبيذ من محدثي الكوفة وسميت له عددا منهم قالت لترف فولان من محدثي الكوفة هذا يشرب النبيذ فولان يشرب النبيذ ما تقول فيهم فقال هذه زلات لهم ولا تسقط بزلاتهم عدالتهم يعني حتى إذا شربوا النبيذ هذه زلة نتهاون شوية وياها ما نسقط عدالته واحد من هؤلاء الشرابين للنبيذ إلى حد الإسكار راوي من رواتهم يقال له أبو الحسن علي بن سراج المصري في كتاب معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي في المجلد الثالث الصفحة 749 برقم 367 يقول حدثني أبو الحسن هذا من شيوخ الإسماعيلي حدثني أبو الحسن علي بن سراج المصري ببغداد وَكَانَ مُسْتَهْتِرًا مُسْتَهْتِرًا بالشرب الله الله المحدث عن رسول الله الذي يوثق ويصدق مُسْتَهْتِرٌ بالشرب استهتار عنده وَكَانَ مُسْتَهْتِرًا بالشرب حافظاً أو الصحيح مُسْتَهْتِر بالشرب ولكن كان حافظاً الإمام الحافظ أملى من حفظه الظاهر هذا من هلقد يسكر شوية يملي مثل هذه الروايات شوفوا الرواية يقول أملى من حفظه حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أخي حسين الجعفي حدثنا أبو أسامة حدثنا إدريس الأودي عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ ولا يكتب الآن عقيدة أهل الخلاف أليست هذه هي من يرويها لهم من جملة من يروونها هذا الفاسق الفاجر شراب الخمر هذا من علمكم أن رسول الله كان لا يعرف القراءة والكتابة نحن لسنا فسقة مثلكم فما اتبعنا الفاسقين وأخذنا رواياتهم بل اتبعنا الطاهرين الصادقين المصدقين من آل محمد عليه السلام كالإمام الجواد عليه السلام الذي علمنا خلاف هذا وقال كذبوا لعنهم الله كان رسول الله يعرف القراءة والكتابة في سبعين لغة هذا هو الفرق بيننا وبينكم عقيدتنا صحيحة لأننا اتبعنا أئمة أهل البيت عقيدتكم فاسدة تسيء لرسول الله تصوره بصورة الجاهل والعياذ بالله وأخذتموها ممن من هذا الرجل علي بن سراج المصري الفاسق شراب الخمور المستهتر بالشرب وتقولون لنا عليكم السلام ورحمة الله لماذا نقص عليكم نقص عليكم كقسوة الأبي أحيانا على ابنه الذي يريد أن يربيه حتى لا ينجرف إلى الفساد نقص عليكم لأننا نريد انتشالكم من هذه الضلالة وإلا بالله عليكم تأخذون دينكم من مثل هؤلاء تتركون أئمة أهل البيت الذين تركهم أسلافكم كالبخاري وغير البخاري وتتشبثون بأمثال هذا وأمثاله من الفسق ذاك مغني ويعلم الغناء وهذا له قيان وهذا ما دل كذا وهذا شراب طينة شراب عرق ومع ذلك قالوا عنه إنه صالح بل الله فهمني هاي اشلون يصير واحد فاسق مثل هذا صالح كيف يكون ومقبول الرواية ونقبل روايته اشلون تصير هذه فهمونا سؤالات حمزة السهمي للدار قطني برقم 306 يقول سمعت محمد بن مظفر الحافظ يقول رأيت علي بن سراج المصري سكران على ظهر رجل يحمله من ماخور سكران طينة رايح خلص قاضي مصطول نهائيا شايلين شايلين على ظهره على واحد شايلة على ظهره جايب من ماخور هم أجل لكم الله يقول رأيته أنا انزين وسألت الدار قطني عن علي بن سراج المصري فقال هو صالح مع هذا يطلع صالح قال هو صالح وقيل انه ربما تناول الشراب ويسكر ما يأثر مشيها يا اخي مشيها شوية الدين يسر شبيه يعني شوية يقوم يشرب لكاسين شصارت يعني السكر ذاك اليوم وحمله شوية يزودها لوم اقتصر بس على مذهب ابي حنيفة انه مقتصر على شوية نبيذ بمقدار لا يسكر على مذهب عمر بن الخطاب لانه يقول لك هو هذا مذهب ابي حنيفة المتلقى عن عمر بن الخطاب انه عمر الخطاب كان يرى حلية شرب النبيذ ولكن بشرط ان واحد ما يسكر يعني يشرب المقدار الذي لا يسكره هذا يمشي عند عمر يمشي عند ابي حنيفة يمشي هسا ذاك اليوم شوية جاب لها يمكن قينة ايضا اتغني شوية زودها حبتين انسطل شالوا على على الظهور جابين من ماخور بعد يلا هساها من مشيها احمد بن حب الشي يقول لما سئلوا عن هؤلاء الذين يشربون النبيذ قال هذه زلات لهم ولا تسقط بزلاتهم عدالتهم اي ملعون الوالدين يعني هذه زلات ولا تسقط عدالتهم بهذه الزلات اما اذا واحد متقي عابد صالح شريف لم يدخل جوفه شيء من المنكر والإثم ولكن كل ذنبه انه رافضي يتولى اهل البيت عليهم والسلام ويبرأ من اعدائهم تسقطون عدالته عجيب وجاء لك شوف الذهبي مثلا الذهبي تدري وصف هذا هذا السكران هذا وصفه بماذا قال عنه الامام الامام ابو الحسن علي ابن سراج المصري هكذا ترجم له هذا امام ترى ثم قال لكنه كان يشرب المسكر امام لكنه كان يشرب المسكر ابن حجر على لفظ كان يدافع عنه او يحاول ان يلتمس له عذرا فيقول وهذا ينبغي احتمال شربه النبيذ المختلف فيه يعني فقهيا ولكن الظاهر الاصح انه يقول وهذا ينفي احتمال شربه النبيذ المختلف فيه على يتحال ها انتم ترون يا امة الاسلام ان هذه البيئة بيئة فاسدة بيئة توثق اناسا فسقه فسقه تأخذ منهم الحديث تأخذ منهم السنة انتم كيف تأتمنون على سنة رسول الله صلى الله وعليه وعليه مثل هؤلاء الفسقة كيف يعني تأتمنونهم على السنة كيف تأتمنونهم على دينكم كيف يمكن للانسان المسلم ان يقبل بان يأخذ دينه من امثال هؤلاء اسألوا انفسكم هذا السؤال هل هذا مقبول في دين الله عز وجل اعرضوا هذا الامر على ضمائركم على ما تبقى من فطرتكم ودينكم انظروا هل تقبلون ان تأخذوا دينكم من امثال هؤلاء السنة الصحيحة لرسول الله تأخذون عن آل الماجشون اهل الغناء والفسق والمجون تأخذون عن هذا الخمار هذا الات من المواخير تأخذونها عن مالك ابن انس الذي كان يجيز الغناء حتى في الطواف تأخذونها عن عائشة التي تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وتنسب إليه أنه كان يبيح الغناء في مسجده الشريف أم تأخذون سنة رسول الله ودينه من أبنائه الطيبين الطاهرين أيهما أولى بأن نتوجه إليه نصيحتنا لكم أن تتوبوا إلى الله نحن الآن في الجزء الثلاثين من هذه السلسلة ولا أدري إن كنت سأكملها أم لا أظن أن الحجة تتمت الحجة قد تمت عليكم لقد اكتشفتم الآن أن هذه ليست طائفة أهل السنة أهل الخدع خدعوكم قالوا نحن أهل السنة والمدافعون عن السنة والمحافظون على السنة والمدققون في السنة السني الحقيقي لا يمكن أن يقبل أن يأخذ السنة من أمثال هؤلاء الفسقة الفجرة ويترك أئمة أهل البيت الطاهرين عليهم لأخو المشاهدين كرام بإمكانهم الاتصال على أرقام الهواتف الموجودة أسفل الشاشة ونرجو منهم أن يشاركوا في موضوع الحلقة وأن لا يحولوا موضوع الحلقة إلى مواضيع أخرى وأن لا يكرروا نفس الأسئلة التي ذكرت في حلقات ماضية أنا طبعا دائما أقول لمن لا يصعفه الحظ بالاتصال ببرنامج سماحة الشيخ الحبيب بإمكانه زيارة موقع القطرة موقع القطرة هو موقع يعكس رؤى ومحاضرات الشيخ ياسر الحبيب بإمكانكم التوجه إلى هذا الموقع وهناك الكثير من الإجابات على الأسئلة التي طرحت على مكتب سماحة الشيخ وبعض الإجابات قد تمت الإجابة عليها من قبل الشيخ الحبيب نفسه فبإمكان أخو المشاهدين كرام الذين لا يستطيعون الاتصال بنا لظروفه أو لأسباب أخرى أو لم يسعفهم الحظ بالاتصال بسمحة الشيخ الحبيب بإمكانهم التوجه إلى موقع القطرة وإيجاد الإجابة على أسئلتهم هناك إن شاء الله تعالى لدينا أول اتصال من الأخ أحمد من الأردن السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا وعليكم سيدي عظم الله وجورنا وجوركم في الشهاد الإمام الحادي النقي عليه السلام وجورنا وعرك الله وبركاته إن شاء الله في عندي بس شوية مداخلة نعم اليوم أنا شاهدت برنامج الأخ جمال السلمان كان عادة برنامج مؤيد ومخالف وكان في اتصال في من الخسيس عطمان وسمعته وقال كلمات يعني لا تليق بمقام الشيخ الحبيب الجليل فأنا بدي أرد عليه بس بدي أقول له يا خسيس يعني شو ذنب الشيخ الحبيب الجليل إنه ببيل للمستضعفين منكم طريق الهداية طريق الدين الصحيح الدين الحق دين محمد والمحمد وبعدين أنت يا خسيس بتقارن حالك بشيخ جليل مثل الشيخ الحبيب مين أنت شبتانا بين الطرى والطرية طيب ما هو إحنا تشيعنا بسببك أنت يا يا خسيس أو بسبب أمك عيوشة يعني أنا تشيعت بسبب عيوشة بدعي واحد مسيحي بظنه تعقل الإسلام وكذا بقول لي أنا بدي أتبع واحد محمد مجنون والعياذ بالله نعم أخي أحمد باختصار شديد لأنه اتصارات كثيرة لدينا نعم بس بدي أرد عليها وقول يعني إحنا الحمد لله اللي لقينها القناة هاي بارك الله بيك بارك الله بيك نعم شكرا جزينا أخي أحمد بارك الله بيك نشكرك شكرا شكرا على هذه المشاركة شيخنا الجليل تشاهدون هناك الكثير من من يعني يقولون ما تقولون سابقا بأنه البكريين بفضل أكاذيبهم يحولون الناس المستطاع العاديين الذين هم على الحياد يحولونهم إلى شيعة نعم ليس فقط أكاذيبهم بل هزالة منطقهم وفهمهم وتوصيفهم لهذا الدين يعني يكتشف مدى الخواء أو حجم الخواء الذي لديهم فلذلك يفر منهم الناس لا يقنعهم مثل هذا المذهب هذا مذهب محترئ مكتوب عليه أن يموت عاجلا أم آجلا مئة بالمئة كما ماتت كثير أو مات كثير من المذاهب الباطلة المبتدى عبر التاريخ لولا أنه تبقى لهذا المذهب من يسنده من السلطات ومن يحميه لما بقي ولتبدد منذ زمن طويل يعني لكن المشكلة هي في السلطة يطلع لك ملك المغرب مثلا يقول نحن مذابنا سني مالكي ونحذر من المذاهب المستوردة ويقصد في ذلك التشيع لأنه كما تعلمون التشيع الآن ما شاء الله غزى بلاد المغرب بغزوة يعني انتشر انتشارا رهيبا في كل مكان فجعل الملك يعني يقول هذا الكلام الآن بالأخير الداخلية المغربية صدرت بيانا يعني تشير فيه بأصابع الاتهام إلى بعض الجهات الشيعية كما هي تقول وفي نفس الخبر قرن بها اسم فدك الأخبارية قالوا أن هؤلاء هم المتهمون بإثارة القلاق في المغرب حوادث الأخيرة التي حصلت وهكذا احنا وراء كل فتنة ترى يعني الشكل يريدون تصغير الأمر يعني بارك الله بارك الله بارك الله لم عندنا تصال من الأخ محمد من الرياض السلام عليكم عليكم السلام أهلا و السلام بالطيب تفضل الشيخ تطرق مرة بحد الحلقات في صدق تتفضل نعم تتفضل إذا ما تطفي صوت التلفزيون صوتك صر واضح تفضل لا لا ما عندي ما عندي تلفزيون أنا بس صدق أسمعه صوتك واضح تفضل كم المشاركتك بارك الله بيك نعم تطرق تفسير قال الباكلية كما يسميهم أو السنة تفسير الصمد الذي لجوا فلا حقيقة أنا ما سمعت التفسير هذه كلها فردمت رجعت إلى أربع تفسير كعينة فقط اللي هو تفسير بن سعدي تفسير كريمة المنان في تفسير كلام الرحمن والجلالي فتح القديم الشكان وبن كديم ما لقيت التفسير الصمد يقوله الله أحد الله الصمد الصمد هو الذي يوجع إليه في قضاء حجات يقصد لكونه قادرا على قضائها الثانيا الصمد هو الباقي الدائم الذي لا يرزول يعني من الصمود فماذي حقيقة بالنسبة الشيخ بالنسبة الذي لا يجو فلا وكذا إنه أنا بحث لقيت بالمد رأي قال وهناك رأي غريب غريب جدا يعني والغريب غير معتبر أن الصمد الذي لا يجو فلا الشيخ أخذ يعني أخذ يعني ترك الراجح هذه وذهبي إلى المرجوع اللي هو رأي مرجوع لا يعتد بي نعم موصة الصورة شكرا جزيلا أخويا محمد بارك الله بك عدنا تصال من الأخ أبو إسلام من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومسهلا الحمد لله تفضل الله خليك أكلم الشيخ ياسف انت على هواش يسمعك تفضل السلام وعليكم يا شيخ ياسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني أنا في الحاجة انتوهاني كده في الدنابي اقتلوا اقتلوا نعسلام فقد كفر تمام نعم اقتلوا نعسلام فقد كفر عائشة اعترفت ان عثمان كافر نعم صحيح كده ولا ايه نعم صحيح تمام بعد كده قالت ان صورة الاحزاب كانت اياسة اكتر من صورة البقرة بعد هو ما جمع القرآن بعد ما جمع القرآن عثمان هي طبعا كفرته لما كان هو الخليفة ولما جمع القرآن صورة الاحزاب بقى 73 آية نعم ابو اسلام طبعا ما عندي البرنامج غير بعد يعني أقل من 10 دقائق ممكن سؤالك باختصار أرجوك لا هو بس التوهان في دي يعني عائشة عائشة كفرت عثمان طيب عثمان اقمع القرآن يبا القرآن اللي من إلينا ده جمع عثمان الكافر نعم بارك الله بك على المشاركة ده نعم عايز أعرفه طيب طيب نحن ليه كل من نتكلم نقول من نعملش في القرآن محرفش في القرآن وده مش تحريف نعم نعم وصلت الصورة شكرا تحريف 73 آية من 286 آية صورة البقرة طيب شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا أخي أبو السلام بارك الله هذه كانت مداخلة أكثر من كونها سؤالا شيخنا محمد من رياض يقول بأنكم تطرقتم إلى تفسير معنى كلمة الصمد وقلتم بأنه الذي لا جو فله فأنا رجعت إلى أكثر من تفسير ووجدت بأن معنى هناك معاني كثيرة لكلمة الصمد الذي يلجأ إليه في قضاء الحاجات الباقي ومعاني أخرى شيخنا يقول بأنه الذي ذكرتم هو من الشواذ ومن الآراء الغريبة أولا نحن الذي ذكرناه ذكرناه استطرادا ولم يكن يعني مركزا عليه في ورقتنا البحثية وإنما فقط ذكرناه استطرادا أنه نارك من أهل الخلاف من يعتقد أنه معنى الصمد هو أن الله عز وجل والعياذ بالله هو الذي لا جوف له في حين أننا ننكر ذلك ونرى أن الصمد كما تعلمنا على الأصح من السلام أنه المصمود إليه أي الذي يتوجه إليه بالحوائج وبالعبادة فنحن لم نكن بإزاء مناقشة هذه المسألة تفصيلا وبيان تعدد الأقوال فيها عند أهل الخلاف حتى يأتي الأخ ويحاسبنا على ذلك مع هذا نقول إنه لو رجع إلى التفاسير لوجد هناك من قوى أيضا هذا المعنى وقال إنه هذا مدام قد روية فهو المعتمد وهناك كالفخر الرازي مثلا من حمل هذا المعنى مع المعاني الأخر وقال كما هو نص كلامه في تفسيره أن يحمل لفظ الصمد على الكل على كل هذه المعاني ولان فقط على السريع يعني هكذا رجعنا إلى مسائل ابن باز فلما سئل عن هذه المسألة قال الصمد فسر بمعنيين عند العلماء أحدهما أنه لا جوف له المصمد الذي لا جوف له ليس من جنس المخلوقين المخلوق له جوف يأكل ويشرب ويطعم والله لا جوف له مصمد كما قال تعالى الصمد وفسر الصمد بمعنى آخر وهو أنه تصمد إليه الخلائق في حاجاتها ترجوه وتسأله وتضرع إليه حاجاته سبحانه حاجاتها سبحانه وهو الصمد الذي لا جوف له وهو الصمد الذي ترفع إليه الحاجات جل وعلا فقد آمن ابن باز بالمعنيين كلاهما وصححهما فدونك ابن باز هناك إذا بإليه قف على قبره مثلا اشتمه مثلا وقل قد أحرجتنا أمام الرافض بارك الله بكم شيخنا الكريم نشكركم جزيل الشكر على هذه الورقة البحثية الرائعة التي قدمتمها وكذلك نشكر أستاذ المشاهدين الكرام على حسن المتابعة ونشكر الحضور الذي كان معنا متابعا لهذه الحلقة إن شاء الله نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله مع ورقة بحثية لربما أخرى أو يستمر سمحت الشيخ بنفس الورقة البحثية إلى ذلك الحين أستدعكم الله من هنا من مسجد المحسن الشهيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله اللهم صل على محمد وقالي محمد وعجل فرجهم ودعا